بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم موضوع استاتيكا المواع أو الفلاود استاتيكس وبنبتدي نبص للمحاضرة اللي فاتت شوفنا توزيع الضغوط ونبتقد شكل سطح وفقي ونشوفنا قيمة الضغط طب أنا القيمة الضغط قبل منخش في قيمة الضغط يهمنا نعرف ما يسمى بالابسوليوت بريشر والجيش بريشر والفاكيوم بريشر لما نجي نبص للشكل اللي موجود قدامنا ده عادة كلمة هي القيمة المقاصة من مكان لحد وريفرنس بتاعنا يكون خط قيمة زيره لكن لما نجي نبص الجيش بريشر احنا بنقيس الضغوط دي بوسط عددات أو مانومتر زي ما هنشوف ان شاء الله في التطبيقات بتاعتنا فالعدات عادة بيقسلي قيمة جيش بريشر فهفترض على سبيل المثال لو ده الابسوليوت زيرو رفرنس بتاعنا وعندي نقطة ولتاكن نقطة واحد هنا وحطيت عداد فأسلي المسافة من هنا الحدين لانه كلنا اساسا متأثرين بالضغط الجوي فالضغط الجوي قيمته اللي هي من المسافة من هنا الحدين تمثل قيمة الضغط الجوي اللي هو اللوكالاتموسفيريك بريشر انا لما اجي اضع عداد هو يقسلي الفرق بين الضغط الجوي بالنقطة اللي بتكلم عليها طيب هنا جيش بريشر لكن انا لما اجي اطبق في القوانين القصة بتاعتي زي قوانين الفيزيكس والايدة الجازو الكلام ده بحتاج absolute pressure يبقى absolute pressure من الرسمة قدامنا عبارة عن ايه عبارة عن النقطة دي لحد الخط صفر يبقى عبارة عن البي جيش اللي مرسومه قدامنا دي زائد البي أتموسفير وده المعادلة بتاعتنا هي يبقى absolute pressure عبارة عن بي أتموسفير زائد بي جيش طيب لو انا عندي نقطة الضغط فيها اقل من الضغط الجوي ولتاكن نقطة اتنين دي تعال انبص كده يبقى absolute pressure هي المسافة دي يبقى عبارة عن البي أتموسفير ناقص راية العداد راية العداد ده ما بيكون اقل من الضغط الجوي بنطلق عليها vacuum pressure وبالتالي يبقى البي أبسوليوب بتاعتنا بي أتموسفير ماينوس بي فاكيوم وده بيديني يعني absolute pressure ويعني ايه جيش بريشر ويعني vacuum pressure عايزك تاخد بالك من ملحوظة كويسة جدا هنا absolute pressure قيمته دائما صفر او موجب ماينفعش اقول absolute pressure قيمته سالم ودي كمهندس لازم تاخد بالك منك كويس جدا الحاجة التانية اذا انا اعتبرت خط الريفرنس بتاعي هو الاتموسفير pressure يعني حطيت الاتموسفير قيمته سفر يبقى لو القراءة اكبر بسمية جيش بريشر لو القراءة اقل بسمية vacuum بتبقى شريطة سالم دي لازم ناخد بالنا من هذا الجزء طبعا تطبيق اكتر جدا على باسكال لو اللي هو الهيدوريك سيستم اللي قدامنا دا انا ممكن بفرصة صغيرة اقدر اشيل وزن كبير زي الهيدوريك سيستم اللي موجود قدامنا دا وهي عملية magnification زي الهيدوريك سيستم اللي قدامنا دا ايه واحد ايه واحد لانه بي واحدة تساوي بي اتنين لانه مع نفس مستوى الافقي ايه واحد فلما الاريا بتكبر اهه لما الاريا عنده بتكبر يبقى الفرصة هيحصل لها ايه لال او العكس وده من ضمن التطبيقات بتاعة الاستاتيك او بتاعة باسكال لو ازا ما احنا شفنا absolute pressure وgate pressure وvacuum pressure ودي نقطة مهمة جدا جدا نتقابلك ان شاء الله في التطبيقات سواء في الهيد او في اي مقررات اخرى وشكرا